تت معاك شنطتك انا من نادي الطيران لنادي الزمالك للنادي الاهلي ايه النجوم دي انا باحلم ولا بتعمل ايه لا مانا هقولك حاجة كابتن مصطفى يمكن استمراري في نادي الزمالك ست شهور خدت بقى لا شفت النجوم كلها شفت النجوم كتير فدي يعني طبعا الوقعة التانية شالت منك الرهبة شوية الرهبة تشالت بس الوقعة كانت اقوى بكتير ان انا اشوف هاني مصطفى ان انا اشوف الله يرحمه ان انا اشوف مروان كان فياني اشوف حسن جبر فرقة كانت تقيلة وعلي الحلو اه وعلي الحلو ووحمد ماهر كان جاه ففجأة انا في وسط النجوم دول يعني وطبعا قبل ما بتبقى نجم بتبقى مشجع طبعا فلعبت اول اول تقسيمة لعبت على كابتن هاني مصطفى وانجر وايه وكابتن هاني مصطفى كان اسرع باك في مصر مش عاوزة كلام بيش كلام اه اتلعبتلي كورة من وراه هو كابتن هاني كان ملعبون جرايت قبل كده ايوة وبعدين رجع باك شمال اه اه كورة تلعبت من وراه وانا عملت الاسبرينت بتاعي تلعب قوة بقى اه كان وراي بستة متر ما شاء الله اه لقيت القبول من اول تقسيم اه يعني المدرب كان مين مدرب اه المدرب كان الكابتن همامي لو تفتك اه الكابتن يا سلام اه يعني انا اذكر مدربيني بالخير كلهم اللي عايش منهم بحييه واللي توفى بترحم عليه احنا من سنة سبعين بدأنا مع بعض اه يعني بدأنا نطلع من اه واحنا صغيرين سفرنا سوريا سفرنا سوريا وسفرنا نيبيا يعني اول سفرية كانت سوريا نظبوط كانت في سنة سبعين كنت انا بقعد في اخر العربية ورا ايوة كنت تقعد تضحكنا اه الله كانت ايام جميلة يا مصطفى كابتن اعيزها من بعد المباراة دي اللي انت لعبتها قالك ايه انا هقولك بعد يعني كلهم خلاص قالوا لأ بدأ مضى وخلاص والاستيقنا جت يبقى دا هنشوفه بقى نعم مين كان اساسي في المكان بتاعك بقى والله اه كان حد من القدام يعني اه تايمين كان فيه واحد سوداني اه اسامة اسامة يوسف اسامة يوسف اه وكان حسن جبر بيلعب وانجي شمال وانجي ليفت اه يعني مش فاكر يبدو ان هو اسامة يوسف اه طبعا فبا بتينا بقى اه الحتة للا الاعمق من كده يعني هل العب دا هيستمر ولا مش هيستمر طبعا الاولوية مين اللي بيقولك بقى لا دا انا طبعا ان مسلا كابتن همامي او المسئولين عن دارة الكورة بيقولو يعني هينفع ولا مش هينفع نعم طبعا لسة معرفوش حاجة عن بعد ما شافوا المتش قاله معقول خليه طيب بعد التقسيم دي كابتن همامي قالك ايه لا ولا حاجة لغاية ما جيه كنا بنلعب ماتشاة حبية على الأضواء مفيش دوري وساعات نسافر المينيا أسوان حتا دية قريه الأقاليم وبعد كده بقينا نسافر الدول العربية نلعب يعني حضرت معانا طبعا كتير فاللي حصل بعد التقسيمة دية بقيت احتياطي يعني عدت في الماتشاة بقى اللي هي بتتلعب احتياطي احتياطي حطيت رجلك وفي التمرينة آه بلعب وبجيب جوال وكده وسريع والكلام ده هدر ماشي لكن مش هشيل واحد أساسي طبعا مش هيحطني أساسي لغاية ما جاه ماتش المحلة المحلة كانوا يعني جبارين الفرقة جبارين فرقة جبارين عبدالستار جون وعمر عبدالرحيل خليل وعبدالرحيل خليل حالف يغليل والسياجي والسعيد عبي اللي السياجي لا لها كانت فرقة جبيرة كانت فرقة جامدة وتقيلة وخدوا أول سنة وكانوا واخدين من الدوري أول سنة ها ثلاثة سبعين فلعبوا علينا على الأضواء والجمهور كان حاضر كان ملعب بيبقى ملعقة تيتش ده اه مليان متقفل وهمامي قاعد وجابوا فينا الجون الاولاني باقي ربع ساعة واحنا واحد صفر مغلوبين فقال لك اما جرب بقى محمود ده قال لي قوم سخة انزل اتخضط اه طبعا دي اول مرة بشوف الجماهير الاهلي خمسة وعشرين الف متفرج وما همش عارفيني اه محدش عارف محمود عبد الحي ده مين فنزلت وكان عبدالسطار طبعا من اللجوان كان من المرأة مصر اه من المحترق يعني كان بيلعب في المنتخب طبعا وجات لي كرة على انت عارف المرمة اليمين ايوة يعني اما يبقى برج القاهرة قدامك كده في مين وشمال اه المرمة اليمين من على خط التمنتاشر جات لي كرة في اخر خمس دقايق هم تمدهالو في مقتل جون اتعدلنا الجمهور هيص تعالى بقى مين محمود عبدالفين بدأ الناس تاخد بالها بقى ده فيه واحد جيه بيشوت وسريع ما كانش يادسة عارفه الاسم لا خالص اه فبعد الماتش اه مين يستقبلك بعد الماتش همامي كابتن همامي رحمة الله عليها اه اه قعد كده قال لي تعالى كان يقعد كده هو كده اه كان يقعد يفن ينزل دماغه كده اه قال لي محمود انا انا ظلمتك انت كان لازم تبدأ الماتش يا وبعد كده ما تحطتش على الدكة خالص غير لما تعورت يعني ست سنين اساسي اساسي اه بلعب اساسي اه اتنقلت بقى على راس الحربة وكان جنبي بقى عدل جمال وكان كان مين المدرب بقى ساعتها كان الكابتن عبد صلح الوحش ما بص احنا احنا بعد همامي كان فيه كابتن ميمة عبد حميد ميمة عبد حميد ايوا كابتن ميمة عبد حميد ايوا وبعدين كان برضو كابتن صالح لسه مدير كورة وبعدين كابتن كان فيه كابتن حلمة بو المعاطي وحلمة بو المعاطي ايوا الزبط انت فاكر حسن حكيم ايوا اه كان بقى فيه ناس بتساعد اه فاتحي مصير وكان مصطفى كابتن مصطفى بتاع الناشئين مصطفى عسما اه لا مصطفى حسين كانت مصطفى حسين اه كان بيجي اكيد انت درمه اه هو ده اللي مطلعنا كلنا ايه طبعا هو اللي فرخ الدنيا طبعا طيب قعدت تلعب ست سنين ايه ومن خلال الست سنين دول بدت خلاص الناس عرفت بقى محمود عبد الحي ومن اللي كنت هداف تفتكر الجول اللي انت في فترة زمانية انت كنت لعب فيها دي ايه الجول اللي خلى اسم محمود عبد الحي بقى في العالي